السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف أول متوسط في مادة الدراسات الاجتماعية نراجع درسنا السابق ونجيب على الأسئلة التالية ماذا يقصد بالحوار؟ تحدثنا في الدرس السابق عن الحوار مفهوم الحوار وأهميته فماذا يقصد بالحوار؟ أحسنتم هو تبادل الحديث بين طرفين أو أكثر في ماذا؟ في قضية محددة من أجل إثراء المعرفة والأفكار ويغلب عليه البعد عن التعصب والخصومة ذكرنا أن من أهم خصائص وأذاب الحوار هو عدم الانفعال وعدم التعصب هو لطرح قضية أو موضوع ما والهدف منه تبادل الآراء والمعرفة وقد يكون طرحا للحلول دون تعصب أو خصومة أذكر بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الحوار في القرآن الكريم هناك آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم وورد فيها لفظ الحوار أذكر بعض هذه الآيات أحسنتم قول الله تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره في سورة ماذا؟ أحسنتم في سورة الكحف أيضا الآية الأخرى قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وردت هذه الآية أيضا في سورة المجادلة واحتوت هذه الآيات على لفظ الحوار إذن يدل على أن الحوار من أصول الثقافة الإسلامية وهو من المبادئ الهامة من أجل تبادل الأراء وجوانب المعرفة دون تعصب أو انفعال وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى أيضا سنكمل حديثنا عن مفهوم الحوار وأهميته أحداث درسنا اليوم يتمكن الطالب والطالبة من أن يبين أهمية الحوار لتحقيق التواصل الفعال أيضا يعدد فوائد الحوار لماذا نتحاور؟ للحوار أهمية كبيرة فهو من وسائل الاتصال الفعالة حيث تعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والوصول إليها ومعرفة الأراء المتعلقة بها إذن ذكرنا أن الحوار هو يدور حول قضية محددة أو موضوع محدد أو قد يكون حول مشكلة معينة يتبادل أطراف الحديث وتبادل للمعرفة معرفة الحقيقة والوصول إليها وهو من أهم وسائل ماذا؟ أحسنتم هو من أهم وسائل الاتصال الفعالة إذن الحوار هو من وسائل الاتصال الفعال من أراد أن يتوصل إلى معرفة أكثر أو بحث في موضوع أو قضية فهو يتبع الحوار وهو يدور بين أحسنتم بين طرفين أو أكثر حول قضية محددة أو موضوع محدد دون تعصب أو انفعال لأن الهدف من الحوار ليس إثباتا للرأي بل هو لتبادل المعرفة جوانب المعرفة بين الطرفين وأيضا معرفة الأراء المتعلقة بها ويبرز الحوار الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب إذن الحوار هو يبرز مدى ثقافة الشعوب وأيضا تحضرها وثقافتها فهو من وسائل الاتصال الحديث الفعالة والهامة لأنها كما ذكرنا تبرز ثقافة الشعوب وواقعها الحضاري والثقافي لها أيضا يساعدنا الحوار على ماذا؟ على فتح قنوات للتواصل من أجل ماذا؟ أحسنتم من أجل تحقيق المعرفة والوعي إذن بالحوار نستطيع أن نصل إلى تحقيق المعرفة وأيضا الوعي إذن هذا المصطلح أو هذا المبدأ هو مبدأ قديم منذ البشرية وذكر كثير في الكثير من الآيات في القرآن الكريم وسبقا بكرناها تدل على أهمية الحوار وأنه من وسائل الاتصال الفعال وأنه يساعدنا على تحقيق المعرفة والوعي أيضا يعد الحوار من أهم الوسائل الاتصال لماذا؟ من أهم إذن هو من أهم وسائل الاتصال لأنه يؤدي إلى فوائد هذه الفوائد هي من فوائد الحوار بكرنا أنه من أهم وسائل الاتصال أنه من وسائل الاتصال الفعال أنه يبرز الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب يستطيع المتحاورون إلى الوصول إلى الوعي وتحقيق المعرفة الإلمام أكثر بالموضوع أو بالقضية أو بالرأي وأيضا من فوائد الحوار فهم آراء الآخرين ومعرفتها أيضا من فوائد الحوار معرفة أشياء جديدة لأنه كما ذكرنا هو تبادل الحديث بين طرفين وأكثر بين عدة أطراف فمن النتائج التي ترتب على الحوار هو معرفة أشياء جديدة فهم آراء الآخرين ومعرفتها أيضا تقديم الرأي والاستماع إلى رأي آخر المحاور الجيد هو مستمع جيد ويطقن أيضا آداب الكلام أو آداب الحديث فهو مستمع جيد يستمع وأيضا يقدم رأيه في الوقت المناسب أيضا من فوائد الحوار الوعي بالموضوع المطروح إذن الشخص المحاور لا بد أن يكون لديه المعلومات الكافية حول هذا الموضوع الذي سيطرح للحوار أيضا معرفة الحقيقة أيضا تعديل الأفكار غير الصحيحة وتقويمها هذه فوائد الحوار وأيضا إظهار الجانب المشرق للوطن وأبنائه إذن أمامنا مجموعة من الفوائد التي يحصل عليها الإنسان من الحوار وهذه الثقافة الرائعة التي تدل على الواقع الحضاري والثقافي للشعوب فهي تحقق الكثير من الأهداف ومن جوانب المعرفة ومن الوعي ومن فهم الآخرين والاجتماع إلى الغير إذن من فوائد الحوار أبنائي ومناتي ماذا؟ أحسنتم فهم آراء الآخرين ومعرفتها لابد أن يكون الإنسان لديه مرونة عالية للاستماع لغيره لتقبل آراء الغير لفهم ما لدى الغير فلكل شخص كما نعلم شخصيته المختلفة التي تميزه عن غيره وقد سبق أن تحدثنا عن الهوية الشخصية أيضا ننتج عن الحوار ونستفيد من معرفة الأشياء الجديدة أيضا من فوائد الحوار أحسنتم تقديم الرأي والاستماع إلى رأي آخر الوعي بالموضوع المطروح لأن هذا الموضوع سيكون بين عدة أطراف وكل لديه من المعلومات المثرية لهذا الموضوع فيخرج المحاور بنطاق أوسع من الوعي حول هذا الموضوع أيضا يساعد الحوار على معرفة الحقيقة تعديل الأفكار غير الصحيحة وتقويمها فقد يكون لديه معلومة مغلوطة وبعد الحوار تضحت ليه المعلومة الصحيحة وأيضا تقويم ليه المعلومة السابقة التي كانت لديه أيضا من فوائد الحوار إظهار الجانب المشرق للوطن وأبنائه ذكرنا أن الحوار هو ينقل الواقع الحضاري والثقافي للأمم والشعوب فهو يظهر الجانب المشرق للوطن وأبناء الوطن يتضمن التواصل الفعال للإطلاع نقرأ سويا هذه العبارة أو هذه المعلومة يتضمن التواصل والحوار مع الآخرين ماذا؟ التواصل اللفظي وغير اللفظي والإصغاء الجيد للتعبير عن المشاعر الحوار هو تحقيق للوعي أيضا وسيلة اتصال تبادل للرأي نقل للمعرفة هذا هو الحوار وأبرز ركائز الحوار وأبرز فوائد ونتائجه أنه يحقق لدينا الوعي أيضا أحسنتم هو من أهم وسائل الاتصال وأيضا من الاتصال الفعال أيضا تبادل للرأي فمن فوائد الحوار الاستماع إلى الرأي الآخر وأيضا طرح الرأي الذي لديك أيضا نقل المعرفة فهو يزيد لدينا دائرة الوعي حول هذا الموضوع أو هذه القضية سننفذ أو نقوم بتنفيذ هذا النشاط سويا برأيك كيف يكون الحوار مفيدا في إظهار الجانب المشرق للوطن ذكرنا من فوائد الحوار أنه يظهر الجانب المشرق للوطن وأبنائه فبيرأيك كيف يكون الحوار مفيدا كيف سيظهر لنا الجانب المشرق للوطن وأبنائه نعم أحسنتم حينما يكون بالتحاور أو سيتحقق لنا الحوار المفيد عندما يكون يفهم به وجهات النظر وتبادل الآراء ونشر الوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع إذن سيظهر لنا الجانب المشرق للوطن عندما يفهم به وجهات النظر المختلفة وأيضا تبادل للآراء وعندما ننشر الوعي بهذا الحوار وأيضا نشر المعرفة بين أفراد المجتمع فبذلك سيظهر لنا الجانب المشرق للوطن وفي نهاية درسنا بعد أن تحدثنا عن مفهوم الحوار وفوائد الحوار عرفنا أن الحوار هو تبادل الحديث بين الطرفين أو أكثر في قضية محددة مع الالتذاب بأداب الحوار هو عدم التعصب أو الانفعال لموضوع أو لفكرة أو لرأي فالحوار هو من وسائل الاتصال الهامة هو من المفاهيم والمبادئ الثقافية الإسلامية ذكر في القرآن في الكثير من المواضع ويحقق أن يحقق ذي الحوار الكثير من الأهداف الإيجابية مثل كما ذكرنا نشر الوعي وأيضا أحسنتم معرفة الحقيقة الاستماع إلى الآخرين فهم آراء الآخرين أيضا توسيع لدينا المعلومة وقد نصحح لدينا بعض المعلومات المغلوطة بعد الحوار الآن سنجيب على أسئلة تقويم الدرس ونقرأ السؤال الأول يكمل الطلب الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة لدينا الكلمات المساعدة التي نستعين بها في إكمال الفراغات المفردات هي الاتصال الآخر فمن فوائد الحوار هو زيادة المعرفة نشر الوعي وأيضا الحصول على معلومات صحيحة أو قد نصحح لدينا بعض المعلومات الخاطئة ونقومها أيضا وفهم الرأي أحسنتم وفهم الرأي الآخر لأن المحاور الجيد لابد أن يكون لديه مهارة الاستماع الجيد وأيضا تقبل آراء الآخرين وجهات النظر المختلفة وأيضا تحقيق أحسنتم وتحقيق الاتصال بالآخرين لأن الحوار كما ذكرنا هو من أهم مسائل الاتصال السؤال الثاني كيف يكون الحوار وسيلة اتصال ناجحة في رأيك كيف يكون وسيلة اتصال ناجحة هو من وسائل الاتصال الفعال هو من أهم وسائل الاتصال بين أطراف مختلفة فكيف يكون وسيلة اتصال ناجحة في رأيك أحسنتم يكون بتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة لأن من أهم فوائد الحوار هو معرفة الحقيقة ونشر الوعي وأيضا التوصل إليها ومعرفة الآراء المتعلقة بها إذن سيكون لدينا حوار أو سيكون الحوار وسيرة اتصال ناجحة إذا تعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة والتوصل إليها ومعرفة الآراء المتعلقة بها بعيدا عن عن ماذا؟ أحسنتم بعيدا عن التعصب والانفعال لماذا نعتني بالحوار؟ الحوار هو أيضا من المبادئ كما ذكرنا الثقافية الإسلامية أو من الثقافة الإسلامية وجددين الحوار وهو أيضا لغة التواصل بين الدول والشعوب فلماذا نعتني بالحوار؟ نعم أحسنتم لأن الحوار يبرز الواقع الحضاري والثقافي لمن؟ للأمم والشعوب ونشاهد دائما الحوارات السياسية والدولية التي تتم بين الدول وبين الشعوب من أجل التوصل إلى الكثير من المعلومات إلى نشر الوعي إلى حل قضية ما إلى نقاش طرح موضوع ما أيضا يساعد الحوار على ماذا؟ أحسنتم ساعد على فتح قنوات للتواصل من أجل الهدف الرئيس هو تحقيق المعرفة والوعي للحوار سمات متعددة فما هي؟ لكي يصبح وسيلة اتصال فعالة وناجحة لنحقق منه الفوائد والأهداف فما هي أبرز السمات الحوار؟ منها أحسنتم رائعين فهم الآراء الأخرى ومعرفتها هذه من أهم سمات الحوار أن نعرف ما لدى الآخرين من آراء مختلفة ووجهات نظر مختلفة فلكل إنسان نظرته ووعيه وحكمه من زاويته المعينة فالحوار يجعلنا نفهم آراء المآخرين ومعرفتها أيضا الوعي بالموضوع المطروح هو حوار إذن لابد أن يكون هناك قضية محددة يتم الحوار على أساس هذه القضية فمن سمات الحوار هو الوعي بالموضوع المطروح وأيضا سيوسع لنا دائرة الوعي والمعرفة حول هذا الموضوع أيضا أحسنتم معرفة الحقيقة فقد تكون الصورة غير واضحة لنا قد يكون هناك بعض الأمور الغير واضحة لنا فبالحوار تتبين الحقيقة ونستطيع معرفتها أيضا من سمات الحوار تعديل الأفكار غير الصحيحة وتقويمها فقد يكون للإنسان لديه بعض الأفكار أو كما ذكرنا بعض المعلومات غير الصحيحة حول هذا الموضوع فبالحوار ماذا سيحدث؟ سيتم تعديل هذه الأفكار وتصحيحها وتقويمها وبذلك نستطيع القول بأنه تحقق الحوار الفعال وحققنا الأهداف المرجوة وفوائد الحوار بالشكل وبالصورة الصحيحة إذن تحدثنا عن مفهوم الحوار وعرفنا أنه أحسنتم تبادل الحديث بين الطرفين وكثر حول قضية محددة بالالتزام بماذا؟ بآداب الحوار والسمات البارزة للألهام في الحوار أيضا عرفنا فوائد الحوار وما يتحقق فيه من العديد من الفوائد والأهداف وبذلك وصلنا إلى نهاية الدرس لأبنائي وبناتي وأشكركم على حسن إصائكم وتفاعلكم وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته